السلام عليكم و مرحبا بكم في قناتكم كوزين عزيزة الحمزاوي سوف نقدم لكم كيكات جزوين و مبنان بزاف كي شبه ميرون دينا و يخرج لنا كمية كثيرة اقتصاديين مهم من طول شليكم نخليكم شوفوا معي المقادر و طريقة التحضير سوف نبدأ على بركة الله عندي هنا 4 البيضات بدرجة حرارة المطبخ كاس لاروب زيت كاس لاروب دي الحليب كاس لاروب سكر سانيدة جوج اكياس خميرة كيميائية كيس غاني بالنسبة للدقيق هنا عندي جوج كيسان اربع بالنسبة للعبار بالكاس واحد نعبره بكل شيء اول حاجة غدي ناخد البيض غنضيف لي كاس لاروب دي السكر سانيدة و غادي نطرر بهم مزيان مزيان حتى يضعف الحجم دياله و غادي بياض لينا هنا رازة قبيصة صغيرة دي الملحة مهم غادي نطرر بهم مزيان كيف غتلاحظو غادي ضعف الحجم ديالهم صافي في هاد المرحلة هادي غادي نبدأ نزيد الزيت و غادي نكمل الخفيق ديالي مهم نتبعو هاد الطريقة باش يجينا الكيك خفيف بزاف كيف ما غتلاحظو معايا في الاخر في هاد المرحلة غنضيف كاس لاروب ديال الحليد المهم ما نخويو شمرة وحدة بشوية بشوية وحنا كنطربو كيف كتلاحظو معايا و غادي نضيف ليهم كيس غاني في هاد المرحلة غادي نضيف دقيق من بعد ما غربلتو كيف ما كتلاحظو معايا ما اضيفش دقيق مرة وحدة غادي نضيف بالمعلقة بالمعلقة وانا كنخلط بالنسبة لهاد المرحلة هادي غادي نخلط دقيق غيب شوية نحاول ما نزربش المهمة غادي نزرب المقطع انتو ما غا تبقوا غادي بهات الطريقة اللي بديت بها في الاول المهم غادي نكمل و غادي نضيف الكمية اللي بقات ليه صافي غادي نحرك ملتحت الفوق بهات الشكل هذا و غادي نضيف جوج اكياس خميرة كيميائية صافي غادي نبقوا غادي بهات الطريقة هادي مهم غادي نزرب المقطع باش ميجيكم مش الفيديو طويل انتو ما غا تبقوا غادي نغيب شوية حتى تكملوا و في الاخير غادي نضيف ليهم علقة كبيرة لالخل مهمة لالخل عندي دياله اضع الشكل اضع الشكل اضع الاستطاعة اضع 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 الزبدة قمت برشة ورقة حتى تفرش ورقة طهي المهم سوف نظيفه سوف نكون صفح سوف ندخل حتى وينجرون انظري المهم ان يكون هذا هو الشكل الكيكي فتكون الرطب بزاف لدرجة لا تصور تقدروا تقدموا وغير هكذا بلا ما تدروا لي شكلة وفي هذه المرحلة اخذت شكلة تضبطوا في حمام مائي ونغطس الكيكات من بعد ما قطعتهم مربعات كيف تلاحظوا فرشت ورق الطبخ ونضع فوقه كيف تلاحظوا الكيكات تقدروا تفرشوا بلاستيكة وتضعوا فوقها بالنسبة لكم تقدروا تقطعوا الكيكات مربعات صغار باش يخرجوا لكم كمية كتر من هذه اللي خرجت لي مهم غدي نكمل الكمية كاملة اللي بقت عندي وغدي ندوزوا باش تشوفوا معي الشكل نهائي وكيفاش يكونوا من الداخل جيدة برعبار بلاستيكة كافية ومن السوداء وعندما نضيف هذه هي شكل كيكات كاملات بجندة شعل كمية بجندة تضيع كمية كوكا إن شاء الله